أقول السلام عليكم يا شيخ أمي مريضة بالزهيمر فاقدة تماما للتمييز وغير مدركة لأي شيء على الإطلاق فهل هي بهذه الحالة عليها فدية لعدم صيام رمضان أم سقط من عليها الصيام عليها فدية يا ست الكل عليها فدية للصيام بدل الصيام فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فقياسا بما سبق يبقى عليها فدية لأن ده اسم المرض المزمن الذي يعني لا نجات منه إلا برحمة من الله